السداء كانوا مشهر بهذه المشفى المأسفل عن سقوط قتل والجرحة وأيضا هناك جرحة في التوادر الطبي التابعين لهذه المشفى أيضا هناك سيارة تابعة لأحد المدنيين تحمل عدش وأمتعة المدنيين إذن حتى الآن مازالت النمان تلتهب في إحدى المحلات التجاري هنا بالقرب من مشفى الشامي نقال يا شباب تقالي 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 يا شباب بس ملاحظ كتر الأضواء بتحرق الكوس تقالي يا شباب 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 حتى اللحظة عدة حربيات توس تحلق في أجواء مدينة أريحة وأجواء مدينة إدلب إذن هذه الصورة أمام هذه الصورة سيئة وتحمل العدش وأنت عني نازحين المترجمات لاتفاق الوحيدة الوحيدة من كتب معافية المترجم للقناة 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 نلاحظ هنا مباني سكنية تم استهدافها واستهداف المدنيين داخلها هناك شهداء وجرحة لا نعلم إلى الآن ما هي الحصيلة لكن تقطل الرقم فوق السبع شهداء إلى الآن كما نلاحظ دمار كبير جدا في ممتلكات المدنيين دمار جدا في المباني السكنية وأيضا في المشفى الجراحة في مدينة أريحة جراء غارات من الطيران الحرب الروسي استهدفت المشفى واستهدفت حي سكنية بامتياز هناك عشرات الضحايا والجرحة جراء هذه الغارات حارة كاملة سويت بالأرض هناك بعض المدنيين العائدون يعقومون بالبحث بين الأنقاض عن أمتعاتهم كما ذكر لنا الأهالي أيضا أن هناك عدد من المدنيين تحت الأنقاض وفرق الدفاع المدني عاجزة عن البحث عنهم بسبب كثافة الطيران الحربية هناك مدينة أريحة جنوب مدينة أريحة كما نزوح أيضا من مدينة أريحة نزوح المدنيين من مدينة أريحة بسبب الغارات المستمرة على المدينة وريفها جنوب مدينة أدلب بالتزامن مع تقدم لقوات النظام باتجاه الشمال بعد أن سيطرت على عدة قرى وبلدات واقتربت من ريف سراقب الجنوبة إنه إسم Borبس كي ي LIVE بطة غررب نظر لا تضبع مدينة أ �ٍt رقمينو بحيій بطة اوおお رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا كما نشاهد دماء كبير جدا في المشفى الجراحي في مدينة اريحة جراء غارات من الطيران الحرب الروسي استهدافت هذا المشفى وايضا حي سكانية بجانبها خروج المشفى عن الخدمة بشكل كامل القناة ترجمة نانسي قنقر 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 جراء غارات من الطيران القرب الروس استهدفت مدينة عريحة ليلة أمس اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة